حدثنا سفيان قال سمعت عمرا سمع أبنى عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركنه حدنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الواحد بن نافع الكلاعي من أهل البصرة قال ماررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة فإذا شيخ فلام المؤذن وقال أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة قال قلت من هذا الشيخ قالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج حثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة وعن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاقو العدو غدا وليس معنا مدن قال ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل ليس السن والظفور وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفور فمد الحبشة قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوا فرماه رجل بسهمين فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأبلي أو قال لهذه النعم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء أن رجلا من بني حريث تحدثه أن رافع بن خديج حدثهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للغداء قال علق كل رجل بخطام ناقته ثم أرسلها تهز في الشجر قال ثم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورحالنا على أباعرنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فرأى أكسية لنا فيها خيوط من عيه أحمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم قال فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض أبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها منها حثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد حدثنا مجاهد قال حدثني أسيد أبن أخي رافعي بن خديج قال 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 رافع بن خديج النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه هذا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي حدث عنه سفيان الثوري وحكام حثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمني عن حنظلة الزرقي عن رافعي بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيئا من أتبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونها عنها وقال رافع لا بأس بكرائها بالدراهم والدناني يري حدثنا عفان حدثنا أبو الأحواص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافعي بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحم فور جهنم فبردوها بالماء حنا عفان قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن مجاهد عن رافعي بن خديج قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل قال قلت وما الحقل قال الثلث والربع فلما سمع ذلك إبراهيم كره الثلث والربع ولم يرى بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم حدثنا عفان حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافعي بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر الباغي خبيث وثمن الكلب خبيث حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيدي بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافعي بن خديج جده أنه قال يا رسول الله إن لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضا فند بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهمين فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأبلي أو النعم أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشائب بعير قال شعبة وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف وجعل عشرا من الشائب بعير وقد حدثني سفيان عنه قال محمد وقد سمعت من سفيان هذا الحرف حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال صدق غلام لنعمان الأنصاري نخلا صغارا فروفع إلى مروانا فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في الثمر ولا في الكثر قال قلت ليحيى ما الكثر قال الجمار حثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيدي بن ظهير ابن أخير رافعي بن خديج عن رافعي بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربوع والنصف ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سق الربيع وكان العيش إذا كشديدا وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتان رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وتععة الله وتععة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وسقا من تمر حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيدي بن الظهير قال كان أحدنا إذا أستغنى عن أرضه فذكر الحديث وقال يشترط ثلاث جداول والقصارة ما سقط من السنبل حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهد يحدث عن أسيدي بن الظهير قال كان أحدنا إذا أستغنى عن أرضه أو أفتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سق الربيع وكنا نعمل فيها عملا شديدا ونصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أخاه أو ليدعها ونهانا عن المزابانة والمزابانة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر حانا يحيى بن سعيد وابن نمير قال حدثنا عبيد الله قال يحيى عن عبيد الله أخبراني نافع قال كان ابن عمر يكري المزارع فبلغه أن رافعا يأثر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليه ابن عمر إلى البلاط فسأله فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها قال ابن نمير في حديثه فذهب إليه ابن عمر وذهبت معه وكذا قال أبي وحدثناه محمد بن عبيد أيضا قال فذهب ابن عمر وذهبت معه دثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا ابن عجلانا عن عاصمي ابن عمر عن محمود بن لبيد عن رافعي ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصبح بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجرها حثنا وكيع حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبايتا بن رفاعة عن جده رافعي ابن خديج قال أن جبريلا أو ملكا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم قالوا خيارنا قال كذلك هم عندنا خيارنا من الملائكة حثنا وكيع وأبو كامل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطائي ابن أبي رباح عن رافعي ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته قال أبو كامل في حديثه وليس له من الزرع شيء حثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافعي ابن خديج عن أبيه قال جاء أنا من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارفق بنا نهانة ان نزرع ارضا الا ارضا يملك احدنا رقبتها اوي منحة رجل حسن اسماعيل حدثنا ايوب عن يعلى بن حكيمين عن سليمان بن يسار عن رافعي بن خديج قال كنا نحاقل بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى لما فجاءنا ذات يومين رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفعوا لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكرها كراءها وما سوى ذلك حسن اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عمري بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالخبر بأسا حتى زعم ابن خديج عام اول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حسن حجاج حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شيهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض قال رافع لقد سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض حسن يعلم بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر عن رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع الى اهله حسن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قارض عن السائب ابن يزيد عن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر الباغي خبيث وثمن الكلب خبيث حسن عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قارض عن السائب ابن يزيد عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم حسن محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل قال الحكم والحقل الثلث والربوع اشتركوا في القناة